عقد نواب بيروت اجتماعا استثنائيا اليوم وحضر الاجتماع كل النولى صحناوي فؤاد مخزوم امين شري محمد خواجة ادجار ترابلسي فايسل الصارغ نزيه نجم قولا يا عبيان نديم جميل هجوب تاريزيان عدنان ترابلسي عماد وكيم انتون طانو عدنان ترابلسي رولا الطبش ونهاد المشنوق للبحث في التطورات الاليمة التي شهدت العاصمة في الايام الماضية معتبرين ان استباحة بيروت بهذا الشكل التخريبي لا يمكن ان يكون مبررا تحت اي سبب من الاسباب ومعاربين عن استنكارهم القاطع ان تتحول مدينة الشرائع وبيروت الحضارة والعراقة الى ساحة مباحة وان يصبح اهلها تحت وطأة غزوات وتهديدات دورية واكد المجتمعون على النقاط التالية اولا ان الاستنكار والشجب لا ينفعان ولا يكفيان بل المطبوب خطوات عملية سريعة ومواجب الحكومة مواجب الحكومة ان تقوم بمسؤولياتها والحفاظ على الامن والاستقرار في المدينة ثانيا ثمت مسؤولية على وزارتين الداخلية والدفاع وعلى الاجهزة الامنية والعسكرية لحماية العاصمة واهلها وحماية الاملاك العامة والخاصة وهذا الامر لم يحصل اما عن تقصير ام لسبب اخر وهذا يستدعي المحاسبة والمعالجة ثالثا نطالب القضاء على متابعة حيتيات استباحة بيروت والتعرض للاملاك العامة والخاصة ومن خلال تعقل المخربين وسوقهم للمحاكمة لتأخذ العدالة مجراها من دون اي ضغط سياسي من اي جهة كانت علما ان وجوه المخربين الواضحة وصورهم منتشرة في الاعلام وعبر التواصل ومواقع التواصل الاجتماعي رابعا ان ما حصل لا يمكن ان يمر من دون محاسبة لا يمكن لاحد تحمل هذا الفلتان الذي يمكن ان يؤدي في اي لحظة الى فوضى عارمة او الى شعور الناس بان امنها مهدد فالتلجأ الى وسائل الامن الذاتي وهذا امر مرفوض وغير مقبول في ظل وجود دولة ومؤسسات امنية وعسكرية واذا تمنى ان المجتمعون اتخاذ الاجراءات الفورية واللازمة للمحاسبة من جهة وتأمين حماية بيروت من جهة اخرى ابقوا اطر التواصل بينهم مفتوحة لمواكبة التطورات محذرين من خطوات لاحقة في حال عدم استجابة السلطة لمطلب نواب العاصبة وكذا واتفقنا على ان نحمل الحكومة المسئولية الكاملة بموجب الدستور لحماية رواح المواطنين واملاكهم والتعويض عن كل ما حصل انا اللي بخوفني انه كل ينزلوا وكسروا وخربوا اتباهروا قدام العالم صوروا حالهم بالسلفز طيب وان هي الدولة يلي مفروض تيجي تحاسبوا اليوم بدل ما نجي نقول انه في يد خفية وفي نيش جاي من اليمين وطبور خامس شايفينهم على الكاميرا يطلعوا فعليا ويجيبوهم ويفرجوا المواطنين انه كلها يقتل منسمع انه بنعرف وين طلعوا هل دراجات نارية من اي منطق ومن اي شارع ملا منفوت هلا بالتفاصيل طلعت في اجت من خندق الغمير اجت من الضحية اجت من طريق اجت ما ليش اجت من الكل حتى ما نكون كتير يعني بالاخر نتخبى هيدا الموضوع ما بق فينا نظلنا متخبين ولا اصبعنا انه موضوع طائفي ومذهبي واضح في خلل سياسي اساسي لازم نتعاطى فيه لانه اذا ما تعطينا فيه مع الوضع الاقتصادي والمال السيء يلي مصرياتنا ما قادرين لخدم المصارف الله يسطل لو العالم ما بق فيك بدا تاكل بدا تعيش وهون السؤال بس كمان يلمسها لكلها المسؤولين سياسيين عنا لما منشوف انه في دراجات نارية طالعة من مناطق ان كان مناطق من بيروت شرقية غربية سنية شيعية بس اللي احلم انه هيك منشوف زعماء الطواف فجأة بيتصلوا ببعضهم بيجربوا يقولوا انه نحن بدنا نوقفنا الحرب الاهلية لانه اذا كفت لحيكون عنا حرب الاهلية نتمنى عليهم يخففونا هالخطاب الطائف المذهبي خلينا بالاخر فعليا نتطلع كيف بدنا نوصل لحل لأهلنا للوضع الاقتصادي اللي مرئين فيه وبعدين السياسي بتجاه عب بها المرحلة يكون في ناس لحيركموا على ظهر المواطن يلي خرب بيته وما عنده مصاري يعني نكسر محله بس مشان ما قارب سياسي